اشتركوا في القناة 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 تتوضح كل الاشياء ومنعرف محبة يسوع العظمة كيف وين ودت يسوع وين اخدت تلميسه تسمية الخميس متعددة يعني عنده كذا لقى بالخميس الكنيسة شو بتسمي لهيدا الخميس اعطى هالسر العظيم الكهنوت لتلميزه بهيدا الخميس خميس العشاء السر اكل عشاء الفصح مع تلميزه بهيدا الخميس يسوع غمس ايده وقال لتلميزه يلي رح يغمس ايده من بعد رح يسلمني هو يلي رح يسلمني بيّن بشاعة ظلم الانسان لخيه الانسان الظالم اديشه منه كيف يقوله منه ظلمه ما له حدود مين هم تظلم هم تظلم البريء هم تظلم يلي ما عمل شيء بالعكس يلي اعطاك وهبك حياته انت هم تظلمه يعني هالجماعة ابونا الا ما يطلع مننا صح واحد يسلم هالحمل بدي بسك تشرح شو يعني عم يتعشى الفصح لما اذا في ناس غفلين عن الموضوع الفصح اليهودي نحنا عم نحكي الفصح اليهودي نعم شو حلوة الصورة انه الحمل يلي نحنا بالافخارستية هي بتصير العجيبة نحنا نتناول الحمل بهيداك الوقت الحمل هو عم يعمل الافخارستية الانجيل كان عيد الفطير الذي هو عيد الفصح يقترب عم نحكي عن عيد اليهودي وكان الاحبار والكتب يبحثون كيف يقدون على يسوع لانهم كانوا يخفون من الشعب ودخل الشيطان في يهوز الملقب بالاسخريوتي وهو من عيدات الاثنى عشر فمضى وفاوض الاحبار وقادة حرس الهيكل كيف يسلم اليهم يسوع ففريحوا واتفقوا أن يعطوه فضة فقبل ثم راحة يتلمس فرصة مؤاتية ليسلمه اليهم بعيدا عن الجمع تخطيط في تخطيط لكن الإجرام لكن الأزى ديش بده كمان تخطيط مش بس المنيح يمكن المنيحة وقيت بتطلع مني كلمة منيحة حفو حفو المنيح الإجرام بده تخطيط وحل يوم الفطير الذي يجب أن يصبح حمل الفصحي فيه فأرسل يسوع بطرس ويحنى قائلا اذهبا فعدا لنا العشاء الفصح لنأكلهم فقالا له أين تريد أن نعده فقال لهما ماء ان تدخل المدينة حتى يلقاك ماء رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب البيت المعلم يقول لك أين القاعة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلميزي وهو يريك ما علية كبيرة مفروش فأعدا فأعدا هناك فذهبا وبجداك ما قال لهما وأعدا عشاء الفصح ولما حانت الساعة في الساعة كالي اللي عملناه من الثلاث سنين تبشير برامين عجيب عجيب بيخلص بهذه الساعة ولما حانت الساعة اتكأ يسوع ومعه الرسل فقال لهما شهوة اجتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل آلامي فإني أقول لكم لن أكله بعد اليوم إلى أن يتم في ملكوت الله ثم أخذ كأسا وشكر وقال خذوا هذه الكأس واقتصموها بينكم فأني أقول لكم لن أشرب عصير الكرم منذ الآن إلى أن يأتي ملكوت الله ثم أخذ خبزا وشكر وكسر ونولهم قائلا هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم اصنعوا هذا لذكري وكذلك أخذ الكأس بعد العشاء وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يهرق من أجلكم ولكن ها هي يد الذي يسلمني معي على المائدة فابن الإنسان ماض كما هو مقرر إنما الويل لذلك الإنسان الذي يسلمه فابتدأ الرسل يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا ترتيب إليه تدبير حتى عارف مين بده يسلمه تدبير إله من مال تدبير بشري من مال الإله اللي أسس الإفخارستية شو هي الإفخارستية بلانش نحن المسيحية عندنا الإفخارستية هي حياتنا حياتنا بتدور حول الإفخارستية هي نقطة الانطلاق للإنسان وهي نقطة الوصول من الإنسان بياخد قوته بياخد غزاءه الروحة بياخد معرفته بياخد معرفة الله فيها بالإفخارستية بيجتمعه مع بعض بيتحده مع بعض بيصيره جسد واحد بيسوع وهي ده الاتحاد منه بينطلق المحب اللي متنهي بعضنا لبعض الخدمة بعضنا لبعض أنا فيني يكون مسيحي لوحدة ولا ممكن ما اسمي مسيحي اسمي وحدة اسمي وحيد اسمي متروك هاي دهي الجماعة يلي يسوع عمي أسس له فرن واحد خين هاي الجماعة شتتة آصصة عائبة واكتر من هايك سلم البريء لمين للأشرار بإيد الشر لقى البريء وسلمه بقبلة تسلمه ابن الإنسان شا عاملك ابن الإنسان ما قدام عيونك كنت عم تشوف الذي أقام الموت الذي شف الأبرس الذي شف النازف صح على أي من هود الأفعال سلمته كرمال شو الفضة باقي بالأرض كرمال المادة أبونا المادة باقي بالأرض شو بياخد الإنسان معه شو جوهر الإفخارستية محبة الله الإنسان ما بياخد معه إلا محبة الله إفخارستية إفخارسته باليوناني يعني الشكر شكرا يعني حتى ربنا بيالأفخارستية عم بيعلمنا الشكر عم بيقلنا شكرا أكيد أكيد عم يعلمنا الشكر على هالمحبة المطلقة اللامتناهية للإنسان بده الإنسان الله بده الإنسان غسل أرجل للتناعش نعم ضمن يهو هذا صح ولا كان ذهب كان فال معه معه قبل لآن ولا لا بلا كان شو ما كان إذا كان ان غسلت أرجله أو ان ما غسلت أرجله لما يسوع عمل هيدا العمل اللي فيه تواضع اللي فيه قمة المحبة وقمة الخدمة قالوا نفعلوا هذا لذكري لذكري فعلوا هيدا مع بعض كون البعض هيدا هو الحب المطلق يلي يسوع عم يعطيه لتلميزه مش تحتى يتفرجوا على بعضهم البعض نحنا اليوم بلانش منروح على الكنيسة منشوف الكهن عم يشلح تيابو يحط المنديل يطلع على المسبح ريتيال يغسل أرجل الناس ويبوصهم ويقبلهم ونحنا لقطين هالسللرات ووقفين ونحن نعربش على بعضنا تحت تنصور بس بس فيه ناس أكيد مشكلنا هيكي فيه ناس بتروح تتصلي بس ما بدنا نتشتد كمان يعني فيه ناس بتروح تحت تصلي اللي رايح تيصور ما تشتت غيرك جرب خاد عبرة من يلي عم يعملوا الكاهن بإيمان بصلا جرب خاد عبرة إن ما جيت تحت أخدم بل تأخدم فأنا شو دورة بالحياة كون مخدوم ولا أخدم حدا يجب لي لقمتي ولا روح اتعب فيها هيدا الإنسان اليوم يلي بيصير يفكر بكتير إشياء والمطلوب واحد نرجع لكلمة يسوع لمرتب مرتب 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 إنك مهتمة بأمور كثيرة والمطلوب واحد الإفخارستية بتعلمك كيف تعيش مع ربك تعيش يا ربك مع الجماعة بضمن الجماعة أبونا اليوم المؤمن هو رايح على الكنيسة رايح على هالصلاة ما بعرف إذا هي من أطول الصلاوات اليوم بالكنيسة المارونية من أطول الصلاوات لأنه يلي تقرأ فيها الأنجيل يلي كل يوم بصلاة المساء عمين قرأ عدة قراءات من العهد الأديم أكيد من الرسائل والإنجيل أوكي ولكن وبكرة كمان في عنا كمان العهد الأديم صح وعننا الرسائل وعننا أربع أنجيل بنقرأ عن الألم بكرة هي أطول بكرة أطول الليلة شو الليلة يلي صلاة الغسل أو خميس الغسل أو خميس الأسرار يلي الصلاة والتأمل لكل الليل هون بيقلك يسوع هو ببسنة الزيتون مش قادرين تسهروا معي ندفي صاروا صلوا حتى ما تدخلوا بتجربة صاروا معي بيروح بلاقيوا نناموا بينجع بينفرد وبيصليلون بيصلي يسوع اليوم عم نشوفه هالإنسان بديك تقولي أن يسوع ما بيخاف يسوع خاف يسوع خاف من بشاعة الإنسان كماذا الإنسان بيعمل كماذا بيصير فيه لما هالقد بيفقود تركيزه لما هالقد بيفقود إيمانه بيصير بيصير إنسان فارغ الإنسان الفارغ هو إنسان متصلت هو شبه وحش تصور ابن الله اللي كنا كل هالأسبوع عم نخبر عن أعماله تعلق على الصليب كان أصاصه على شو الأصاص على الخير اللي عملته الشر وين الشر كان بكل هؤذي الأعمال بونا كمانا يعني عم بتقول الليلة منسهر وفي تأملات وفي صلوات وفي رهبين وفي خوارني وفي مؤمنين بيقتطعوا عن الطعام نهائيا من الليلة ولا من بكرة يعني السيام اللي هو الثلاثي الأيام خلينا أقول من الليلة من الليلة يعني اليوم بيفتروا الألطناش بيروحوا على ردب المساء أكيد بيكونوا مغديين ومن اليوم الظهر بس ما فيه إفخارستية عشية أكيد فيه إفخارستية اليوم هي تأسيس الإفخارستية يعني فيه مناول الليلة أكيد فيه مناول وخليني أنا وياك نعيد كل الكهنة لأنه اليوم عيد الكهنة عيد تأسيس الكهنوت يسوع أسس سر الكهنوت الليلة فإذا اليوم بيفتر المؤمن على الثناش اللي عابلوا يخود هيدا التجربة يلي كتير حلوة بيأكل الظهر أوكي من بعد بقتفلنا بالزبيحة الإلهية يتناولنا منبقى بلى أكل لسبت الظهر لسبت الظهر يعني وفيه ناس بتقطع كمان للاحد الصباح يعني عم نقطع كل الفترة يعني إذا بدك يومان كاملين بيبقى علمي المؤمن والخبز أو بس حسب هي إشياء شخصية الكنيسة بتقالك الصوم للظهر بعدين إشياء شخصية وعادات وتقاليد خاصة نحن باللبنان عنا يون ومنحافظ عليهم ولادنا بيحافظوا عليهم يمكن بعد هلأ أكتر منا يمكن نحن شوية جسدنا ما بقى يحمل هالصوم الطويل ولادنا عم يعملوا عم يعملوا عالنا 100% أبونا مشان هيك الصلوات المكثفة لقاء الجماعة بتلهي أذهاننا عن الأكل والشرب صح بتلهي إن شاء الله تكون بتلهي تعرفي شو ما بجوع إلا لما بصوم ليش ما بفكر بالأكل إلا لما بصوم ما بنعاس إلا وقت أصلي ليه ما بنعاس إلا وقت أصلي أنا بقول هيدا الشيطان هيك قاعد تجرب هلأ يمكن يكون هلأ مش كنت شيء ما نحط على الشيطان هلأ أكيد الشيطان بتعرفي كيف يعني بيفوت بالإنسان وإن ما في إنسان عم يصلي بيكون هونيك عم يحركش هلأ يا سبحان الله شو هنقول يعني الله يعطينا الأول أكيد أبونا خلينا نحكي شوية عن جمالية الليلة يعني هالصلاوات وجماليتها أنت مش ككاهن كإذا بدك حاضر ضمن هيدا الجماعة شو الأجمل بهالليتورجيا هو الترنيم الترتيل للشموعة كترة الناس أنت وهيك إذا بكتعمل كريتيك لهيدا اللقاء الليلة لهالإداس نحن بنتميز الشرقيين نحن بنتميز بليتورجيتنا المليانة أول شي لهوت نحن عم نحكي عن الأحداث يلي تمت بالفعل بالترتيل عم نستذكر كل شي صار مع يسوه من وقت يلي بلش نهار الخميس لحتى للألام لنهار الجمعة كله عم نرتله نحن عم نرتل بهالألحان العزب الحلوة إن كانت بال نرتل هلأ منشوف فضحط خليفو تقلي يعني شاكوباء أنت وقليل يوم البيزنطة أتحفتونا نتمنى أنه كمان بعد شهر إذا الله راض نكون نتكل علينا طيف إيه معلي شكلنا أنا وإيه نتميز نحن المشرقيين بألحاننا الحلوة خلق أنا شخصيا كموسيقى وكتنسين عندي هالحس الموسيقى شوية الأوروبية أو شوية شوية العالمية بروح أكتر للليريك والموسيقى الكلاسيكية بلاقيها شوية موسيقى فيها ألم فيها شجن فيها غصة أنت وقلت لي بيوصال الهوى لهون مزبوط بطل فيك فشو هي الجمالية الليلة أنت بالنسبة لألك هيد هي هيد هي شو بدنا نسبة شو أجمل أجمل ترنيمة باللغل بدك إيها لا إذا بدك أنا رتلك يمكن يمكن أكتر شي اليوم بتأثر فيه بس عم نخلص كل شي وعم نصمد القربان وعم نقعد ما بيجي بالي إلا مريم يلا ما بيجي بالي إلا قامت مريم هلا مؤثر جدا أنك تشوفي هالمرة تحت الصليب تشوفي هالمرة هلا نحنا ما منجيب سيرة مريم بالعشة السر بس مريم وغيرها أكيد كانوا بالعشة السر مع يسوع كانوا عم يخدموا النساء كانوا ما يتركوا ما يتركوا يسوع ما يتركوا تلميز كانوا معه كانوا محوطينهم يمكن أكبر تجيع يسوع أخدوا من أمه مريم فمن رتل الأنوية شو إلي أحسن منه يلا قامت مريم ولو كنت أرتوكس تعرف فيه بس معتعي بس مش حافظة بدك أنت تمرخ لازل عند دفور لماذا إحنا لموارنة حافظين ترتي لكون أنا برتل اليوم علق على خشبة وشو بدي خبرك بحبك هيدا يعني عشتان بدنا نفتحه بين العيدين بس نكون عم نحك عن عيد المصي قبل كيف قامت مريم بنت داود إذا العود تندوب ابنها المصلوب بأيدي الجنود رمح الحزن غائص في نفسها ومن آلمه غابت عن حسها ثم فاق الوليدة وصاحت آهية ولدها أمين وبتكمل بتكمل مريم أبونا الغصة ودموعنا يلي هيك بتتعبى بعيوننا بهالوقت هو نظرتنا ليسوع لمريم المتألمان ولا نحن نظرتنا لأعماء نفسنا يلي مشبعة بالخطايا ويلي عم نطلب الغفران بكل لحظة يعني ليه هالأدعى نتأثر مش مش أولتك لأنه منعيش اللي عم نرتله ما منفكر شوي بالكلام وصاحت آهية ولدها كم واحد وعم يقول هالجملة هالآهة بتطلع من صميم صميم قلبه من صميم هالعذاب يلي عم نعيشه هالحياة يلي مش هينة خدي واحد عايش به رفاهية مش نقصه شي كمال بالحياة وما رح يجي قللك قامت مريم مثل الإنسان المقهور اللي عنده حدا مريض ببيته يلي مش عم يعرف كيف بده يشتغل تيطلع لقمة الأكل لأولاده يلي عنده عائلة بده يربي يلي بيروح على شغله بيوصل على بيته تعبان تلفان هلكان الحياة قاسية لا بيوصل أول يومان بالشهر بيخلص المعاش والبقوي كيف بنتعم أولاده وبس تجي تتركع قدام المصلوب شو بدك تقل له شو بتقل له لهذا المصلوب شو بتقل له متة كرمالة وأنا بعدني عم ضح وعم موت كل يوم مية موتة تقعرف عيش وعيش أولاده هاو دي كان لنسوا ما بيقطعوا بفكر أننا نحنا وراكعين من كل قلبنا وربنا قدام المصلوب وعم نصلي أبونا يلي بعد ما لحق حالو يمكن يوميا طلالتك الأباء اللي عم يطلعوا معنا كمان وهال منبر يلي مفتوح لهال مشاركة الروحية يمكن في ناس بتحرك هلأ اليوم قرر يبلش بعد شيء وقت دايما في وقت معي يسوع ما في شيء اسمه خلص الوقت خلص الوقت لما منلفز الروح وهونيك حتى هونيك صدقيني يا بلوش أنا خبرة شخصية أنا كنت كوني كاهن وخاصة هيدا وقتها اللي كنت خادم بإيطاليا كاهن رعية بإيطاليا أكتر من مرة شوف النفس الأخير للإنسان والله وحده الله وحده بيعرف هيدا الإنسان هو ومرتاح على تخته أنا شفت كتير ناس البسمة على وجه وكأنه عم تسلم شيء إيد بإيد لربك يلي خلقك سألت مليون مرة كيف كيف بتصير هيدا الإشياء كيف بتصير يمكن ما ننطر بعد شوي وبس ربنا يستدعين يمكن هونيك رح أعرف شو كانت هيدا اللحظة هيدا لحظة اللقاء بينك وبين ربك كيف كانت أولكن شوفوا بدموع الرجا يعني دايما في محل على مائدة الرب إن كنت جيت بالأول أو بالأخير هيدا الخطبة اللي نحن كمانا منقول بكنيسنا أبونا مشان هيك بدي أقول كمانا اليوم بنشوف وجوه بتصيروا الناس يحكوا يتبشبشوا هلأ تذكر يجي على الكنيسة عفاكي كرم الرب بتتذكر يلي زكرتي إجا اللي اشتغل من عبكرة واللي اشتغل بعد دوب ساعتين واللي اشتغل عشية وإخر شي عطاهم دفع لهم إجا هيدا يعملوا طب ما هيدا هلأ فات هيدا هلأ فات انت شو إلك انت شو بدك انت شو بتعرف عنه لهيدا اللي هلأ فات لأنه حنشوف كل الخطايا اللي شفاها ربنا منشوفها بالكنيسة نحن ما علينا نحكم اللي إجا هنيئا له مش انه قال لي قال لي وصال له هيدا زلم سارق وحرام وخانق مع فلان وعلتان نحن شفنا شغلة انه يلي إجا بالآخر وصل 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 فات ونكون خاطئ على الصليب قال له اليوم تكون معي في الفردوس فمين نحن يلي منقعد ومنصير نتطلع بهالناس اللي إجا على كين أنا اليوم كمان ولو يمكن عم يخلص البقت بس لفتي صغيرة بترس بترس شو عمل بترس أنا معك يا رب عنجب ولا ممكن اتركك ببستاني الزيتون اليوم عشية بشيل صيفه بيقطع دينة أنا نكرت روء بترس روء بترس روء على وضعك بترس بيشبهنا أنا بلهم قدروني ننترك سياح يعني ننتر سياح ديك يعني لنوع ما جربه بترس موها قبل نحن كل يوم بسياح ديك لاش منصل لاش منقول يا رب ما تدخلنا بتجربة لأنه يلي مرأوا قدامنا دخلوا بتجربة كتير يا راية فين نتعلم منهم نحن ناس مؤمنين لكن شو ما صار فينا بالبلد وبمؤولاتنا نحن نحكي على طول عن لبنان ما فيك ما فيك تشيل لبنان عن الصليب شلت لبنان عن الصليب لبنان خلص هذا برأيي لبنان والصليب علاقة اتحاد حب ومحب هالأد عميئة ولا ممكن إنسان يفصل لبنان عن الصليب أمين علشان هيك يا بلانش خلينا نختم هيك ايه عم نختم لبنان قيامة لبنان قاتية شئته أم أبيته ويا هو زي اللي هو واحد قدامه وديك ال11 يلي ضحه بحياته كرمال ينشره محبة يسوع بالأرض كله وقدره بقيلة وحده وختامة حياته قرره بقيده أبونا بدأ الشكرك بطلب منك تحملنا بسلواتك الليلة بالناس اللي عم تحضرنا يمكن كمان عندها ظروف خاصة ما بتقدر روح الكنيسة تحملهم كمان بسلواتك أكيد أنت ما بتأثر بتحمل البيعة وكل الرعاية الموجودين هون وبره شكرا لك أبونا الله يبركى يطولي بعمري وإن شاء الله خميس أسرار مبارك للجنة يا رب فاصل بسيط مشاهدينا ومن تابع لقائتنا لليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة